وبشأن بان هيئة علماء المسلمين بخصوص الاعتقالات معنا من عمان هاتفيا نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة دكتور أيمن العاني مرحبا بك دكتور أيمن إذن 797 مواطنا في شهر أيلول الماضي بحسب بيانكم اعتقلوا من قبل القوات الحكومية يعني ما توزيع هذه الأرقام على المحافظات وأي تهم الأكثر شيوعا أو ذريعة لهذه الاعتقالات السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي كريم يعني بالنسبة للتوزيع الإحصاءات لأعداد المعتقلين معلوم أنه لمحافظة ديالة تصدرت محافظات ويعني علما أنه جميع المحافظات التي هي يعني الخمسة عشر محافظة جميعها يعني كانت هدفا للاعتقالات الحكومية التعسفية جاءت ديالة بالمركز الأول بالمركز الأول ويتليها العاصمة بغداد ثم القادسية طبعا هذه الاعتقالات في ديالة مئة وسبعة عشر معتقلا في بغداد مئة واربعة عشر معتقلا في القادسية مئة وعشرة معتقلين والبقية في المحافظات كما مبينة في البيان هذه الحقيقة يعني يعني هذه الاعتقالات طالت المواطنين العراقيين المدنيين بشكل بذيطاء طائفي المشكلة التي يعني تسببت بهذه الاعداد من الاعتقالات هي تعلمون أنه الشهر الحالي هو الشهر محرم الحرام وما به من مناسبات لنسبة ردة فكانت اهدافات الاعتقالات فيها طائفية بحث طيب هذه الاحصائيات والأرقام دكتور أيمان ذكرتم في البيان هذه الأرقام والاحصائيات للمعتقلين إلى أي مدى يعني هذه الأرقام هي أرقام نهائية للمعتقلين فقد ذكرتم أنكم استقيتم هذه الأحصائيات في دانكم من أحصائيات رسمية أخي هذه فقط التي يتم الإعلان عنها رسميا في الموافع الرسمية التابعة لوزارتي الدافلية والدفاع الحديثين حسرا نستثني جميع الاعتقالات الأخرى وهذا أيضا مبين في البيان الاعتقالات التي تقوم بها ميليشيا الحاجة الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الميليشيات والأجهزة الكردية بمختلف مسمياتها الاعتقالات التي تقوم بها مكتب رئيس مجلس الوزراء وهي أعتقالات طبعا نوعية يتم التعتيم عليها وعدم الإعلان عنها بشكل متعمد من قبل الحكومة يعني ربما يفوق الأمر ضعف هذا الرقم وهو حتى بحد ذاته رقم كبير في شهر واحد وشهر أيلول الماضي يعني يقترب من 800 معتقل هذا بحسب الإحصائات الرسمية كما تفضلتم على ما يدل ذلك هذا الرقم الكبير في غضون شهر واحد أخي الكريم هو يعني ما يحصل حقيقة في العراق هو جريمة حكومة بالشعب الحكومة تستهدف الشعب تستهدف المكون العربي السني بشكل واضح وصريح الاعتقالات التي جرد كلها أو جل يعني أغلبها كان وفق المادة أربع إرحاب وهو يعني وهي مادة معلوم توظيفها الطائفي للقاسي والداني المعتقلون يجري طبعا أعزلهم عن العالم الخارجي لا يوجد تواصل مع ذويهم لا يوجد معرفة أينهم يعني محل ماكن توقيفهم هذا كله يعني يعكس مدى التصور غير المسؤول بالتسبة للحكومة تجاه الشعب طالبتم في هذا البيان وفي تقريبا جميع بياناتكم طالبتم منظمات دولية خصوصا جامعة الدول العربية بالتدخل لوقف الاعتقالات هل تجدون أذانا مزغية بهذه المطالبات؟ أخي الكريم نستمر بإطلاق الدعوات والنداءات والمناشدات ما يهمنا هو مصير المعتقلين ما يهمنا هو التخفيف قدر الإمكان عن المعاناة التي يتعرضون إليها إحراج الجهات السلطات الحكومية في هذا الأشياء في سبيل أنه قدر الإمكان نستعلم الموضوع نعلم جيدا أنه الاستجابة يعني في أغلب الأحيان تكون استجابة غير ليست بالمستوى المطلوب ولكن نحن معظون بهذا الموضوع لأنه مثل ما يعني بيّنت الحضرتك أنه الأمر نحن يعنينا في سبيل تخفيف ما أمكن وهذا ما تقوم به أيضا المنظمات الدولية شكرا جزيلا لك من عمال نائب بسهول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمان العالي شكرا جزيلا لك